تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم التكنولوجي وقد نجحت الدولة في استحداث مصار جديد بالتعليم العالي وهو تدشين جامعات تكنولوجية بإجمالية عشر جامعات مع انتهاء مارس امتحانات الثانوية العامة وظهور النتائج يستعد الطلاب لموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لاختيار كلياتهم ومع تطور سوق العمل وتغير الاحتياجات الوظيفية زادت الحاجة لاستحداث تخصصات جديدة في الجامعات وهو ما نفذته الدولة في عهد الرئيس السيسي ومن هنا جاءت أهمية الجامعات التكنولوجية فقد نجحت الدولة في استحداث مصار جديد بالتعليم العالي وهو تدشين جامعات تكنولوجية بإجمالية عشر جامعات وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بن السويف التكنولوجية وجامعة الدلت التكنولوجية وجامعة السمنود التكنولوجية وجامعة طيبة التكنولوجية وجامعة بورج العرب التكنولوجية إضافة إلى جامعة السيط الجديدة التكنولوجية وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وجامعة مصر التكنولوجية الدولية خلال العام الجامعي 2022-2023 الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية التي تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليا وتطبيقيا ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي الجامعات التكنولوجية تهتم بالعمل على تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة لتدريب الطلاب عمليا وسقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم كما أصبحت الجامعات التكنولوجية تنضم للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي وتقدم الجامعات التكنولوجية المصرية برامج دراسية حديثة هامة مثل الأوتوترونيكس والميتاترونيكس والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الصناعات الخشبية إضافة إلى تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا خدمات السياحة والسفر